اشتركوا في القناة من الواجب الوطني المقدس في الدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية شقيقة ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عصفة الحزم وعادة الأمل داعيا عز وجل أن يتغمد الشهداء الواجب المقدس بواسع رحمته ورضوانه ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر وحسن العزاء وأن يمنع على المصابين من منتسب قوة دفاع البحرين الباسلة بشفاء العاجل وعبر جلالة الملك المعظم عن بالغ شكره وتقديره لجلالة الملك عبد الله الثاني على صادق العزاء والمواساة كما تم خلال الاتصال بحث العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وتعزيز أوجه التعاون الثنائي القائم في شتى المجالات بما يلب طموحات الشعبين الشقيقين والتي تشكل أنموذجا متميزا ومثالا يحتذا به للعلاقة بين الأشقاء الذين تربطهم روابط الأخوة ووحدة الرؤى والمواقف والمصير المشترك